عايزين نعرف من فاضلتك ازاي نصبر على الابتلاء سبحان الله يعني هو السؤال ده جميل لان كتير جدا من الناس دلوقتي بيحس بضيق وصعوبات الحياة سببت لناس كتير نوع من انواع الالم والهموم نرجع لنسأل نفسنا سؤال بسيط جدا احنا دلوقتي مشاكلنا وهمومنا بسبب الدنيا ولا بسبب الاخرى هنلاقي الاجابة دايما اي حد عنده هم او غم او مشكلة هنلاقها بسبب الدنيا يعني ممكن الواحد ما يكونش صلى الفجر وعادي جدا مش حس انه هو عمل حاجة غلط او حس انه عنده مشكلة او مصيبة ولكن لو هو خسر فلوس او عربيته اتخبطت او حصل له مشكلة او ابنه تعالى هيبقى مهموم هيبقى مهموم جدا ومتنكد جدا علشان يعني نزبط الدنيا ويبقى عندنا معيار ومقياس احنا بنقس به نوع الابتلاء ايه هل انا في طاعة الله عز وجل ولا في معصية الله عز وجل لو انا في طاعة كل مصيبة بتيجي درجة بتترفع في الجنة وذنوب ربنا سبحانه وتعالى بيكفرها طيب لو انا في معصية انا في خطر شديد جدا ولذلك احد السلف كان ماشي كده فلقى واحد بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه وفضلني تفضيلة فرح لقاه واحد كفيف مش بيشوف ولقاه قعيد مشلول ايديه ورجليه مش بيتحركه ولقاه عنده برس مرض جلدي منفر يعني ما فيش حد بيقرب منه فالشخص ده بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني تفضيلة فقال يا عبد الله مما عافاك الله ده انت في كل المصائب البلاوة في الدنيا كلها قال يا هذا ألم يجعل لي لسانا أذكره به ألم يجعل لي قلبا أخشع إليه به فهو فهم القصة صح شايف انه مهما كانت في مصائف في الدنيا فهو في طاعة الله عز وجل في نعمة ولذلك يعني الحديث ده جميل جدا يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض أبأس واحد الناس المظلومة خالص الناس اللي مش شايفة يوم حلو اللي هي يقولك أنا ما شفتش يوم حلو هي معقربة معايا كل شوية أطلع من نقرة أعف دوح ديرا هي كل شوية أطلع من مصيبة أعف مصيبة ده أبأس واحد لا فلوس ولا صحة ولا شغل ولا عيلة ولا أي حاجة أبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة يعني يدخل الجنة كده ويطلع فربنا يسألوا عبدي هل رأيت بؤسا قط فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط يبقى أي حد بيسمعنا دول أتا عنده مصيبة أو ابتلاء أو عنده هم أو غم لازم يعرف أن ده ما يسويش غمسة واحدة في الجنة أنت حالك فين بقى؟ أنت عندك مصائب وابتلاءات بس طائع حافظ على الصلاة صادق أمين ما بتخدش في أعراض الناس ما بتتكلمش عن حد رزقك من حلال يبقى أنت كده في الطريق الصحيح ويؤتى بأنعم أهل الأرض اللي هو مولوده في بقه معلاء دهب اللي هو الدنيا تحت رجله عنده طيرته الخصة وعنده الفلل والعربية والفسح والأموال وكل حاجة وعنده الشهرة كل حاجة ويغمس في النار غمسة وبس يدخل النار ويخرج على طول فالله عز وجل يقول له عبدي هل رأيت نعيما قط فيقول وعزتك وجلالك لم أرى نعيما قط فشوف نعيم الدنيا كله لا يساوي في النار غمسة وحدة وبؤس الدنيا وشقاء الدنيا كله لا يساوي في الجنة غمسة وحدة فإحنا لما اجلنا المصائب كده إحنا يعني اللي ابتلاء ده يعني فضل من ربنا أو إن ربنا حاسس بالبني آدم برضو فبيشوفه يا فضلت الشيخ يعني بيشوف هو هيستحمل ولا لأ هو إحنا لازم القرآن كان واضح معنا وربنا سبحانه وتعالى قال لنا بوضوح تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إحنا مخلوقين أصلا للامتحان للاختبار وبعدين ربنا بيبلونا بالخير والشر ليه؟ علشان في واحد يقول أصلا أنا لو كان معايا فلوس كنت عملت وعملت وعملت فربنا يديه الفلوس فين؟ أين هذا العمل؟ واحد تاني يقول أنا بقى لو كان كنت تحطيت في موقف صعب وفي شدة كأن ربنا حيشوف صبري قد إيه فيتحط في الشدة وفي الصعوبة ولذلك نلاقي الناس بتتقلب في الدنيا دلوقتي هو غني بعد شوية ممكن يفتقر الفقير يغتني وهكذا الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس ده يغتني شوية وده يفتقر شوية وفي الآخر الغنو والفقير هيروحوا فين؟ أي؟ هيموت وهيتحاسب احنا شفنا يعني المقابر بتاع الملوك والأمراء بيلاقي حتى كده متر في مترين ده كل اللي أخدوا من الايه؟ من الدنيا فين النعيم بقى اللي كان موجود قبل كده؟ شكرا لن يبقى للإنسان إلا عمله إلا ما قدمه لنفسه في الدنيا